أماميا التوصيل الخلفي أو الانحياز الخلفي ونقصد بهذا التوصيل عندما نربط القطب الموجب للبطارية أو الدائرة الكهربائية بالمنطقة السالبة N للبلورة والقطب السالب للبطارية بالمنطقة B للبلورة عندئذ يقال أن الثنائي محيزا بالاتجاه العكسي أو أحيانا يقال أنه محيزا بالاتجاه الخلفي في هذه الحالة تنجذب الفجوات نحو القطب السالب للبطارية وتنجذب الإلكترونات الحرة نحو القطب الموجب فتتباعد الإلكترونات والفجوات عن بعضها البعض مبتعدة عن المنطقة الفاصلة وفي هذه الحالة يزيد سمكها وبالتالي لا تستطيع الشحنات الحرة الأكثرية اكتيازها والإنحياز الأكسي أو الخلفي يتم بتسليط جهد خارجي على الوصلة الثنائية بحيث يؤثر مجاله الكهربائي باتجاه المجال الكهربائي لحاجز الجهد مما يؤدي إلى جعل مقدار فرق الجهد عبر المنطقة الفاصلة كبيراً فيزداد سمكها وعندئذ يسمح بمرور تيار ضعيف جداً هذا التيار ناتج عن أقلية حوامل الشحنة في البلورتين لاحظ انحراف مؤشر الجيلفانومتر بقدر صغير في الدائرة الموضحة والتي توضح كيفية ربط الدايود ربطاً عكسياً أو خلفياً في الدوائر الكهربائية أو الإلكترونية لاحظ في الصورة دائرة توصيل الوصلة الثنائية توصيلاً أمامياً والصورة الأخرى دائرة توصيل الوصلة الثنائية توصيلاً عكسياً ومن خلال الدائرتين قارن بمقدار انحراف مؤشر الجيلفانومتر الملي أميتر وهذا الانحراف يدل على شدة التيار في كلا التوصيلين عزيزي الطلاب كما شاهدتم فإنه عند انحياز الوصلة الثنائية انحيازاً أمامياً فإنه يمر تيار هذا التيار يساوي الفرق بين التيار الناتج عن أكثرية حوامل الشحنة والتيار الناتج عن أقليات حوامل الشحنة وعند انحياز الوصلة الثنائية انحيازاً خلفياً أو عكسياً فإنه لا يمر إلا تيار ضعيف يمكن إهمال قيمته وبالتالي يمكن استغلال هذه الخاصية للدايود أو الوصلة الثنائية في تقويم التيار المتردد متغير الاتقاه والقيمة ليصبح تياراً موحد الاتقاه وتم ذلك كالتالي التيار المتردد هو تيار متغير الاتقاه ومتغير الشدة ومن أهم أنواعه التيار القيبي لاحظ الإشارة الداخلة إلى المحول والخارجة منهم إنها إشارة قيبية ومن أهم استخدامات الوصلة الثنائية أو الدايود هي تقويم التيار المتردد فنلاحظ بعد دمج الدايود في الدائرة الكهربائية أن التيار يمر في الدايود عندما يكون منحازاً أمامياً ويمر تيار ضعيف جداً عندما يكون الدايود منحازاً عكسياً وبالتالي نحصل على تيار في اتقاه واحد لاحظ الإشارة الخارجة من طرفي المقاومة بعد دمج الدايود إنها إشارة في اتقاه واحد أي في الاتقاه الموجب وعند عكس الدايود يمكن أن تمر إشارة ولكن في الاتقاه السالب في هذه الحالة عند استخدام دايود واحد نحصل على تقويم نصف موجي كما هو موضح في المنحنى البياني ويمكن استخدام أكثر من دايود للحصول على تقويم كامل للتيار المتردد لاحظ الإشارة الخارجة والتي يمكن الحصول عليها من راسم الذبذبات أو الأيسلسكوب ولاحظها في كل حالة من حالات توصيل الدايود في دوائر تقويم التيار المتردد الصورة الأولى توضح مرور الأنصاف الموجبة للإشارة وعدم مرور الأنصاف السالبة للإشارة أما الصورة الثانية بعد قلب اتقاه الدايود فتوضح مرور أنصاف الإشارة السالبة وعدم مرور الأنصاف الموجبة الثنائي الباعث للضوء وهو عبارة عن وصلة ثنائية لشبه موصل مصنوع من الجاليوم والزرنيخ وعندما يحيز هذا الثنائي انحيازا أماميا فإنه يشئ ضوءا قد يكون لون هذا الضوء أحمر أو أصفر أو أخضر حسب مكونات الدايو وسبب انبعاث الضوء في حالة التوصيل الأمامي هو انتقال الالكترونات عبر الملتقى أو المنطقة الفاصلة من جهة البلورة السالبة N إلى جهة البلورة المجبة B وعندئذ يتم الالتحام بينهما عند المنطقة الفاصلة ولذلك تتحرر طاقة بشكل ضوء أما عندما يحيز الدايود عكسيا فإنه لا يشئ ضوءا ويستخدم هذا الدايود في أجهزة العرض مثل العدادات والحاسبات والساعات الرقمية ولوحات الدعاية والإعلانات وتتميز بأنها أطول عمرا وأصغر حجما وأقل استهلاكا للطاقة من المصابيح العادية الثنائي الضوئي وأيضا يستخدم الدايود كثنائي ضوئي أي الثنائي الحساس للضوء فإذا سمح للضوء من خلال نافذة زقاقية بالسقوط على منطقة الاستنزاف عندما يكون الدايود محيزا عكسيا فيزداد توصيلها للتيار الكهربائي إذ تتولد إلكترونات حرة وفجوات كلما أزدادت شدة الضوء ولهذا يستعمل الثنائي بي إن في هذه الحالة كمقياس لشدة الضوء أما الثنائي المستخدم كخلية شمسية فهو ثنائي بي إن واسع المساحة تكون طبقة إن أي الطبقة السالبة رقيقة ومشوبة بدرجة عالية فعند سقوط ضوء الشمس خلال الطبقة إن على منطقة الاستنزاف تتولد أزواج من الفجوات والإلكترونات الحرة على جانبية المنطقة الفاصلة فتتولد قوة دافعة كهربائية مستمرة تقارب قيمتها 5 من 10 فول ويستخدم كمصدر للطاقة في الأقمار الصناعية والحاسبات والساعات وغيرها ويطلق عليه بالمقاومة الضوئية إذ تتغير مقاومة هذا الثنائي بسقوط الضوء عليه ففي الظلام تقدر مقاومة هذا الثنائي بنحو مليون أوم وفي الضوء تقارب المئة أوم أعزائي الطلاب شاهدتم أهم استخدامات الوصلة الثنائية أو الدايود وهناك استخدامات واسعة النطاق للوصلة الثنائية في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية حتى أنه يستخدم في توليد أشعة الليزر كما سترون في دراستكم القادمة والآن ننتقل إلى أسئلة الحلقة السؤال الأول إشرح طريقتين مختلفتين لدمج الوصلة الثنائية في الدوائر الكهربائية السؤال الثاني إشرح بالتفصيل كيف يستخدم الدايود في تقويم التيار المتردد إشرح بالتفصيل كيف يستخدم الوصلة الثنائية إنحيازها تزيد الوصلة الثنائية لا يسعنا إلا أن نشكركم على حياتنا أتمنى لكم حظاً موفراً إن شاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة